بيكون برضو موجود معك شير فورس جايه لك من السابلاير تمام اللي هي الاكشنات فالمفروض برضو بنتاخدها معنا في الاعتبار بتوع موجود معك اهو في الكاتالوج بتاع الاكشنات اهو الفورس اللي هي بتاعت الشير فالمفروض برضو بتاخدها معك في الاعتبار وما تنسهاش لانها برضو مهمة يعني فدخلنا اهو على البروكن واخترنا الكود بتاع 2011 ACI ودخلنا كوة الشير وكل حاجة معنا سيف تمام انت اصلا حسب الكاتالوج بيقام فيه معاك حاجتين او اتنين كيس كيس والكرين شغال وكيس تانية والكرين مش شغال فمفروض بتعملهم هما الاتنين اهو شايف الجدول المتقسم اتنين الاكشنات اي ناحية تليمين دي وهو فاضي يعني مش مش شغال والكيس التانية وهو شغال يعني شهاية الاحمال اضافية غير الان ويت والرياح فمفروض انت بتعمل الاتنين كيس داية طيب لو انت اصلا ما عندكش الكوة بتاعت الشير مفروض بتاخدها 10% اهي في حالة انه هو مدلكش كوه شير المفروض انت بتاخدها10% من الكوهة الرأسية اللي هي البي اللي عندك داية تمام يعني هنا né 995 تاخدها بااااااااا fry Everyone تمام يعني 69.5 طيب هنا في السيف برضو بتدخل الكوة بتاع الشهير تمام هي جاي لك طبعا الهوريزونتل دي جاي لك من حالة الرياح في مفوض هتقسمها على 4 عشان انت عندك 4 نقط بتدخل الكوة بتاع الشهير اهو بالشكل اللي عندك ده اهو شايف الجاي دول ما انتقسم اتنين ناحية المين ناحية الشمال يعني فيه في حالتين عندنا والكرين شغال والكرين مش شغال عشان كده انت مفروض بتعمل اتنين كيس او تعمل اتنين موديل تمام اهو خدنا اهو كوة الشير معانا في الاعتبار في الحالة بتاعت الويند اكس لان هي اصلا اصلا لاتيرال لود او ويند خدناها معانا في الويند اكس يعني انت بدخل المومنت والشير في نفس الحالة بتاعت الويند اكس اه منتهى البساطة انت هو بيقمت ديكر اكشنات وانت بتطبقها بس تمام وده طبعا اوبشن وان انت بدخل فيه الديدلود وبتاخد معاك تأثير الويند عشان فيه طريقة تانية هقولها لك في الفيديو الجاي وكلها مدارس يعني انا بحاول اقول لك الاسهل طرق تشتغل بها طبعا هنا اول لاتيرال لود ويند فبنعمل حالتين حالة اللي هي الديدلود وحالة الويند حالة الديدلود لو هو الكرين شغال بيبقى هو اصلا واخد تأثير الحملة اللي هو شايلو كرين حشان كده بقول لك مفوض بتعمل اتنين كيسيز كيس والكرين شغال وكيس تانية وكرين فاضي هو بيقام ادهالك اصلا في الكاتالوج نحاول رفعلك الحاجات دي كلها هتبقى معاك كريفرونس اه وبعد ما دخلنا الحاجات دي كلها نبتدي نشايك هتلاقي فيه هنا عندك تنشن تبتدي تزود ابعاد القعدة او تعمل نان لينير اذنسيز عشان تلغي التأثير بتاع الشد اهو بحاولا مش معاك خطوة خطوة هو عشان الموضوع يبقى سح اشتركوا في القناة